السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة هنحلم مع بعض تقويم الأضواء على المفهوم الثاني من الوحدة الأولى كيف تعمل الحواس من منهج العلوم الجديد للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأسلكم كل جديد تقويم الأضواء المفهوم الثاني واحد تخير الإجابة الصحيحة واحد الحاسة التي يتميز بها الدولفين لاستياد فريستو هي من اختيارات الشم ولا البصر ولا السمع ولا اللمس نحن في الشرح الدولفين يتميز بحاسة سمع قوية فنختار السمع طب رقم اثنين حاسة البصر تفيد حرباء النمر في نغط واحد تجنب الخطر ولا البحث عن الطعام لا تفيد بشيء تجنب الخطر والبحث عن الطعام يبقى عندنا احنا الإجابة تجنب الخطر والبحث عن الطعام يبقى حاسة البصر تفيد حرباء النمر فيه تجنب الخطر والبحث عن الطعام طب رقم ثلاثة القدرة على لف الرأس في جميع الاتجاهات يتميز بها الدولفين ولا البوم ولا الخفاش ولا السعابين يبقى القدرة على لف الرأس في جميع الاتجاهات يتميز بها من البوم يبقى نختار البوم رقم خمسة مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان والحيوان هو الحبل الشوكي القلب المخ الأعصار يبقى احنا قلنا في شرح الدرس بتاعنا ان مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان والحيوان هو المخ يبقى نختار المخ طب رقم به بيقول لك علل لمياتي يعني علل لمياتي يعني أذكر السبب أذكر السبب السؤال اللي هم يده لك هنا رقم واحد يقول لك تنشط بعض الحيوانات ليلا يبقى ليه بتنشط بعض الحيوانات ليلا أو سبب نشاط بعض الحيوانات ليلا يبقى القيام بتاعتنا لتوافر غذاؤها ليلا يبقى الحيوانات بتنشط ليلا دي الغذاء بتاحها بيتوافر ليلا يبقى نقول أول سبب لتوافر غذاؤها ليلا الحاجة التانية لقدرتها على البحث عن طعامها في الظلام لتجنب شدة الحرارة الموجودة نهارا لتجنب شدة الحرارة الموجودة نهارا لتوافر غذائها ليلا لقدرها على البحث عن طعامها في الظلام لتجنب شدة الحرارة الموجودة نهارا رقم به يقول لجهاز العصب أهمية كبيرة لما يقول لك على الجهاز العصب أهمية كبيرة تذكر أسباب أهمية الجهاز العصب يعني ليه الجهاز العصب لأهمية كبيرة فتقول لأنه أول حاجة جمع المعلومات عما يحدث داخل وخارج الجسم وتفسير المعلومات وفهمها وإرسال إشارة إلى الجسم بما ينبغي القيام بهم يبقى لما يقول لك على الجهاز العصب أهمية كبيرة تقول إيه جمع المعلومات عما يحدث داخل وخارج الجسم تفسير المعلومات وفهمها وإرسال إشارة إلى الجسم بما ينبغي القيام بهم السؤال الثاني ألف بيقول لك أكمل عبارات الآتين أول حاجة معانا بيقول لك الاستجابة البصرية نقط الاستجابة السمعية يبقى إحنا قلنا إيه العلاقة بين الاستجابة البصرية والاستجابة السمعية؟ قلنا إن الاستجابة البصرية أسرع من الاستجابة السمعية يبقى الكلمة النقصة هنا أسرع من يبقى الاستجابة البصرية أسرع من الاستجابة السمعية طب رقم اثنين يتركب الجهاز العصبي من نقط ونقط ونقط يبقى يتركب الجهاز العصبي من إيه؟ يتركب الجهاز العصبي من المخ والحبل الشوكي والأعصاب طب رقم ثلاثة هنا بيقولك من الحيوانات الليلية نقاط ونقاط يبقى عايز منينا نسكر اتنين او مثالين من الحيوانات الليلية احنا درسنا من الحيوانات الليلية الخفافيش والثعابين يبقى نكتب هنا الخفافيش ونكتب السعابين طب رقم اربعة بترتبط مكونات الجهاز العصبي مع بعضها عن طريق نقاط يبقى ترتبط مكونات الجهاز العصبي مع بعضها عن طريق ايه احنا قلنا عن طريق الاعصاب يبقى نكتب هنا الاعصاب طب هنا هيقولك في رقم به صوب ما تحته خط في العبارتين الاتيتين وجيبنا اول عبارة يستقبل المخ المعلومات من البيئة وينقلها الى الاعصاب هنا هيطلق خط تحت المخ يبقى نكتب مكانها يستقبل الاعضاء الحسية بيكتب مكانها الاعضاء الحسية يبقى بيستقبل الاعضاء الحسية المعلومات من البيئة وينقلها الى الاعصاب طب رقم اتنين بيقولك ان الخفافيش لها القدرة على الاحساس بالحرارة حيطلق خط تحت الخفافيش فريكتب مكانها السعابين يبقى السعابين لها القدرة على الاحساس بالحرارة طب هنا السؤال رقم ثلاثة بيقولك ضع علامة صح امام العبارة السؤال رقم ثلاثة ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتيتين اول جملة معانا بيقولك حيوان النمس يصدر اصواتا مثل الثرثرة ليتواصل مع الاخرين العبارة دي ايه العبارة دي صحيحة طب رقم اتنين الاعصاب هي المسؤولة عن معالجة المعلومات العبارة خطأ ومن المسؤولة عن معالجة البيانات المخ بنكتب هنا على امامة خطأ رقم ثلاثة الاعصاب بتحمل الرسائل من المخ والحبل الشوكي الى باقي اجزاء الجسم العبارة صحيحة رقم اربعة يقول اقصاقة اليربوع الخلفيتان صغيرتان للغاية العبارة خطأ يبق اقصاقة اليربوع الخلفيتان كطويلتان من صغيرتان يبق العبارة دي ايه خطأ رقم به يقول لك اكتب المصطلح العلمي لكل من اول جملة معنا يقول لك الوقت الذي يستغرقه الجسم لطلق المعلومات من البيئة ده اسمه ايه اسمه زمن الاستجابة بنكتب هنا ايه زمن الاستجابة يبقى زمن الاستجابة الوقت الذي يستغرقه الجسم لطلق المعلومات من البيئة رقم اثنين رسائل يرسلها الجهاز العصبي بشكل سريع لذلك انك لن تتمكن من التفكير فيها ده تعريف ردود الفعل المنعكس فنكتب هنا ردود الفعل المنعكس ردود الفعل المنعكس عبارة عن رسائل يرسلها الجهاز العصبي بشكل سريع لذلك انك لن تتمكن من التفكير فيها السؤال الرابع بيقولك تخير من العمود به ما يناسب العمود ألف طب هنا في العمود ألف يبنى مسؤول عن تفسير المعلومات ومعالجتها من المسؤول عن تفسير المعلومات ومعالجتها المخ فنوصلها بيها طب رقم اثنين يستطيع الهروب من الأعداء لكبر أرجله الخلفية اللي هو مين اللي هو اليربوع بنوصلها بي اليربوع طب رقم ثلاثة بتنقل الرسائل العصبية من أعضاء الحس يبقى مين مسؤول عن نقل الرسائل العصبية من أعضاء الحس الأعصاب يبقى نختار الأعصاب طب رقم أربعة اللسان يستطيع تمييز طعم الليمون اللاسع وبكده يكون وصلنا معاكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معانا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس رسلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر